ما هو الجمال؟ ومن هو الشخص الجميل سواء كان امرأة أو رجلا؟ ولماذا كل هذا السعي المحموم لعالمنا اليوم تجاه الجمال؟ بل كيف نعثر على الجمال في عالم الكبح؟ وهل يمكن أن نتمتع بالجمال رغم الكبح الذي يران عليه الآخرون؟ وكيف يران الله رغم كل كبح ذنوبنا وخطيانا؟ تلك هي الأسئلة التي يطرح علينا الدكتور ملاك نصر في كتابه الجمال في زمن الكبح من بيوت التجميل إلى بيوت العبادة وصلنا في الحلقات السابقة إلى أنه بالرغم من وجود السواد في الروح إلا أن هذه الروح يمكن أن تتمتع بالجمال الروحي الأخاذ وكأن هناك معنى مزدوج للجمال والكبح معا وإنه من الممكن جدا الجمع بين الطرفين في شخص واحد وفي هذه الحلقة سنستكمل الحوار عن كيف يؤثر فينا السواد الروحي نفسيا وروحيا وكيف يدخلنا في مونولوج الشفقة على النفس وكيف ينظر الله إلى الجمال والسواد أو الكبح فينا بل والأهم من ذلك كيف يدخل معنا في ديالوج الرحمة أعزائي المشاهدين منرحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامج الجمال في زمن القبح نرحب دكتور ملاك معنا أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك يا دكتور دكتور ملاك نصر استشاري نفسي ومحاضر في علم النفس الإرشادي وهو أيضا كاتب دكتور ملاك حلقتنا النهاردة بعنوان الجمال من مونولوج الشفقة إلى ديالوج الرحمة وصلنا في الحلقات السابقة إلى أنه بالرغم من وجود السواد في الروح إلا أن الروح يمكن أن تتمتع بالجمال الأخاذ الجمال الروحي الأخاذ وكأن هناك معنى مزدوج للجمال والقبح معنى وأنه من الممكن جدا الجمع بين الطرفين في شخص واحد كيف يؤثر فينا السواد الروحي نفسيا وروحيا؟ الحياة سؤال سؤالك مهم وجميل في حد ذاته لأنه إذا كنا تكلمنا في المرات الفاتة عن فكرة السواد الروحي إما عند شلميث أو عروس النشيد نشيد الأنشاد رغم جمالها الخارجي وجمالها الداخلي إلا أنه عندها نوع من السواد الروحي ومع ذلك بقيت جميلة على كل مستوات كلمنا أيضا في العالم الخيالي في الروايات الخيالية الخاصة بساندريلو وأنها بردو كشخصية بتعاني معنامة من السواد الروحي أو الأخلاقي ممثلة في الفيلم اللي كلمنا عنه اللي هو بريتي هومن أو امرأة جميلة خليني أوضح أكتر إذا سمحتي لي رد على سؤالك عفوا خاص بإيه تأثير السواد الروحي على نفسيتنا مشاهرنا وروحياتنا كمان وده اللي بيؤدي بينا إلى الجزء الأول من أنوان الحلقة وهو مونولوج الشفاء إيه مونولوج الشفاء ده؟ لما أنا الحقيقة كتبته كنت بفكر في أنه الإنسان اللي بيعاني معاناة خاصة في الداخل لا يشعر بي أحد معاناة من سواد ما أخلاقي أو روحي أو سواد ديني أيا كان أو حتى بيعاني من تفرق اجتمعية أو ظلم أو إكحاف أيا كان في النهاية بطبيعة الحال لما بيشعر الإنسان بهذا المشاعر سواء مشاعر الزنب أو مشاعر الرفض من الآخرين أو حتى لنفسه لأن اكتراف الزنب بيعدي إلى الإنسان يرفض نفسه يرفض هذا النفس اللي اكتراف الزنوب معين عشان كده بنخش فيه ما يسمى أو ما يمكن أن أسميه أنا منولوج الشفقة وهو الشفقة على الذات السلف بيتي ودي الحقيقة منطقة كده صعبة جدا بيخش فيها الإنسان زي ما دخلت فيها سندريلا في العالم الخيالي أو دخلت فيها شوميث عروس النشيد في عالم الكتاب المقدس الحقيقي الشفقة على الذات بيتيجي من زي ما قلت لحالتك التعرض للظلم للإكحاف لمشاعر معاناة سلبية جدا بنحسها بسبب رفض الآخرين لنا أو انتكها عفواً أو انتهكهم لنا حالت تقصد الشفقة على الذات نفسها آه أنا أشفى على نفسي المشبعة بالخطية المشبعة اللي بتعاني من خطية ما فبالتالي عندها نقص ما روحيا نعم أو بتعاني رفض من الآخرين أو بتعاني أي نوع من السوادي خليني مثلا أخذ مثلين مثل من حياة وشخصية شوميث عروس نشيد لانشاد ومثل من سندريلا اللي هي موجودة في العالم الخيالي لما بنكلم مثلا عن سندريلا زي ما تكلمنا في آخر حلقة اللي فاتت عن البريتيومان أو المرأة الجميلة اللي كانت تشتغل فتاة هوا وكان عندها سواد أخلاقي وروحي كبير طبعا بطبيعة الحال بيقولوا الحقيقة إنه فعلا إنه هذه الفتاة بتعاني من ما يسمى انخفاض التقدير الذاتي أو اللو سيلفستيم أي إن أنا ببص النفسي نظرة متدنية لا أحترم نفسي لأني بامتهن مهنة إنجاز تعبيرنا مهنة بس بيسموها مهنة بل هي أقدم مهنة في تاريخ مهنة بيع الجسد مهنة محتقرة من جميع بما فيهم من يمارسونها ففيه عدم احترام للذات فيه عدم قبول للذات ده بيؤدي إلى سواد روحي وبيؤدي إلى إحساس بالشفاء على الظات على النفس ودائما الإنسان في هذه الحالة بيعيش بما يسمى عقلية الضحية الفيكتن من تالتي إن أنا مظلوم وإن أنا واقع ليا ظلم وانتهاك إلى آخيري ونتيجة أنها بدفع تمن أخطاء غيري مش أخطاي أنا لا سيما إن إحنا نتكلمنا قبل كده عن إنه فتاة الليل أو في سندريلا أو حتى في حالة شولميس عروس النشيد كان بتعاني ظلم وإجحاف من إخوتها اللي جعلوها نطورة للكروم بتاعتهم أو حارسة للكروم بتاعتهم وحتى قرمها أهمالته وطبعا كانت النتائج زي ما سردناها قبل كده علشان كده الشفاء على الزات كأن الإنسان بيخش في مونولوج مع نفسه في حوار من طرف واحد عشان كده هو مونولوج إنه نوع من تحسس الجراح كأن الشخص يعني بيتحسس جراح وتقلمه بس في نفس الوقت هو مستمتع بتحسسها هو ده الشفاء على الزات كأننا جلدنا في نوعنا ما من المرض أو الحكة كل ما حكه يقلمني بس في نفس الوقت أبقى مستمتع بهذا الحكة هو ده الشفاء على الزات اللي بتدمر الحياة للحياة الشخصية والروحية للإنسان لأنه بيخش في دايرة صعبة جدا بيخش في حوار من طرف واحد مع نفسه عشان كده هو مونولوج هتدي لك مثلا مثال إنه من إحنا أخذنا مثال من سندريلا في عالم الخيالي مثال من العالم الخاص بيشوميس أو نشيد الأنشاد بطلة نشيد الأنشاد بيقولوا عنها إن هي دخلت في حوار لما بتقول أنا سوداء وجميلة ده يعتبر برضو نوع من حوار الشفاء على الزات حتى لو كانت وجهته لبنات برشالين هي جوها شفاء على نفسها النهع مش بس صمرتها تغيرت أعاسف بشرتها تغيرت للصمار لكن الأكتر من كده ده بيفكرها إنه الصمار تجي نتيجة لظلم إخوتها لها أو عقابهم لها زي ما تكلمنا قبل كده وبالتالي هي تعرضت له الظلم والإجحاف فده بيخال الإنسان دايريكت مباشرة يشعر بالشفاء على الزات الحاجة التانية كمان بالنسبة ليه شوميس بيلاقي إن هي بيقولوا إنه على مدار كده القصائد السابعة ليها كانت بتحس من آن إلى آخر إنها محتاجة نوع من الدعم النفسي من حبيبها أو عرسها أو زوجها الملك سليمان واللي في التفسير الروحي يقن عليه وبيرموز إلى الله أو المسيح كانت بتحس بنوع من الشفاء على نفسها لأنها تحطت فيه صياق صعبة جدا تحطت فيه وسط حريم السلطان كما ذكرنا وتحطت زوجة الملك في نفس الوقت وهي فتاة قروية بسيطة في نفس الوقت كمان يمكن روحيا نبقى عليها مسؤولية كبيرة وهي تشعر بشيء ما جواه زي ما قلنا قبل كده مش مريح روحيا وقلنا قبل كده كمان أنه حراسيتها الكرمها ده لعدم حراسيتها الكرمها وإهمالها ليه متى هنري بيفصرها أنه ده إهمال روحي ما من نوع معين عشان كده الشفاء على الزات بالنسبة لشه الميز في عالم كتاب مقدس كنموذج للإنسان الروحي اللي بيخش في سواد روحي بسبب خطايا فيبتدي يشفى على نفسه ويرمي لهم على الآخرين وعلى الظروف إلى آخرة أو في العالم الخيالي الخاص بسندريلا وهي البطلة التانية في الكتاب برضو نفس الحكاية بتمر بعالم الشفاء على الزات لأنه بدعا من سندريلا التقليدية لما كان بتشعر بالزوم الشديد من زوجة أبيها وابنتها مرورا بسندريلا الجديدة نتكلمنا عنها اللي هي بطلة بريتي هومن أو إبراء جميلة كانت برضو زيها زي ملايين من فتيات الهوى بقعات الجسد بيحسوا عندهم بشعور قوي بالشفاء على الزات وبيخشوا فيه من اللوك ها الشفاء على الزات نوع من زي مرتلك كأنه نوع بيسموه حتى من لعق الجراح زي كده بعض الحيانوات اللي ما بتعمل يعني ده اللي بيؤدي إلى دايرة مفرغة بيعيش فيها الإنسان بسبب السواد الروحي شكرا كيه دكتور يعني كلمة الشفاء على الزات أو التعبير اللي حضرتك استقدمته ده هو تعبير قوي جدا أو أنا بأكبرها زي مرحلة بيوصل لها الإنسان بعد ما بيشعر بالظلم من بعض الناس اللي حواليه أو بيشعر بالظلم من تصرفاته هو على نفسه فبيبتدي يشعر أنه هو مظلوم من المجتمع بيبتدي يشفك على نفسه من كثرة الخطايا اللي بتثقله في مرحلة ما لكن حسب عنوان الحلقة بتاعتنا فيه كمالة أو فيه مرحلة أخرى ممكن نتوصل إليها أعزائي المشاهدين أتمنى تكونوا فهمتوا الإكسبراشن أو التعبير اللي دكتور ملاك استخدمه وهو مونولوج الشفقة وكلمة مونولوج معناها حوار من طرف واحد أو الشخص واحد هو اللي بيكلم اللي هو الشخص بيكلم مع نفسه بيشعر بشفقة تجاه نفسه بسبب ثقل الخطايا اللي بيعاني منها وعلى فكرة دايما كمان اسمحي لي أطحرك بيرمي دايما التابعات واللوم على الآخرين لأنه عايز يحمي ذاته من مزيد من الجروح اللي هو حاسس بها فهذا الشفقة على الذات تدفع إلى أنه عدم واجهة الإنسان لنفسه وتدفع إلى أنه الاستمرار في هذه الدائرة المفرغة من مشاعر الشفقة الاستمرار في الخطأ إلى مشاعر الشفقة إلى آخر رائع كتير قوي منشعر بكده يا دكتور بس ما بنبقاش عارفين أنه ده بسبب أنه مزيج من المشاكل المجتمع ممكن يكون لي دور فيها بس ده لأنه أنا كمان ما بخدش خطوة إيجابية ويمكن ده اللي هنتكلم عليه بعد الفاصل أعزائي المشاهدين ابكوا معنا بعد الفاصل هنواصل حوارنا إزاي نقدر نوصل من مونولوج الشفقة إلى ديالوج الرحمة ابكوا معنا بعد الفاصل أعزائي المشاهدين نرحب بيكم مرة أخرى وقبل الفاصل كنا منتكلم عن تعبير مونولوج الشفقة الجدير بالذكر أن دكتور ملاك نصر هو استشاري نفسي ومحاضر في علم النفس الإرشادي وهو أيضا كاتب دكتور ملاك حداك ذكرت تعبير قوي جدا هو مونولوج الشفقة اللي هو الحوار النفسي أو الشخص بيكلم فيه مع نفسه وبيكون مش قابل نفسه أو بيشفق على نفسه من كتر الخطايا المحمل بيها السؤال دلوقتي كيف ينظر الله إلى الجمال والسواد أو القبح فينا إزاي بينتقل بينا في فكرة الجمال من مونولوج الشفقة اللي كلمنا عنه للجزء الثاني اللي حضرت برضو ذكرته اللي هو ديالوج الرحمة نعم طبعا فيه فر بيق بين مونولوج وديالوج زي ما حرك وضعته مونولوج هو حوار من طرف واحد ديالوج هو حوار بين طرفين تمام وشتان في الفرق بين الاتنين زي بالزبط الفرق بين الجمال والقبح لكن خلينا أوضح لحارتك حقيقة مهمة لكل شخص لكل امرأة لكل رجل بيتفرجوا علينا وحاسين إحساس ما بسواد روحي وبالتالي هذا السواد ممكن يفصلهم عن الحياة الروحية والتطور والنمو والتغير أو التغيير بسبب الإحساس بالشفقة على الذات ودخول في مونولوج من طرف واحد أو حوار من طرف واحد وهو أنه تخيالي حتى في التحليل النفسي وعلم النفس هناك اعتراف بحقيقة وجود الجمال مع القبح جنبا إلى جنب زي مثلا في عالم اسم دونالد قاسبت بيقول آتي تخيالي أينما كان الجمال كان هناك القبح ده نفسيا كحقيقة نفسية وليمكن أن يوجد الواحد منهما دون الآخر مهما أخفى طرف منهما الآخر وأي نظرية متوازنة في التحليل النفسي لابد أن تحوي بالضرورة نظرية واعية في القبح وفي النهاية فهي العلاقة الحادثة الواقعة بالفعل بين القبح والجمال ده يقول لنا إيه؟ أنه على أرض الواقع وبعيد حتى عن روحانة الأمور كثيرا أنه حتى على أرض الواقع وبنسبة ليه؟ لتشريح نفسية الإنسان هناك اعتراف بوجود القبح إلى جانب الجمال السلبيات إلى جانب الإيجابيات إحنا بشر بس دي أول مرحلة لما أنا أعرف أنه أي بشر بيغلطوا وليه منه الضعف وفيه ظروف كانوا مسؤولين عنها أو الآخرين مسؤولين عنها زي ظروف سندريلا في علامها الخيالي أو عروس النشيد في علامها الروحي في الكتاب المقدس هعرف أنه لابد أن أقبل هذا الأمر أقبل أن في نوع الضعف موجودة وفيه أخطاء حصلت لكن هذا الكبول يليه إيه؟ يليه الاعتراف بهذه الأخطاء طبعي إيه اللي بيحصل بعد كده؟ عندما أعترف بنيه بالنفس الأول أنه فيه غلط حصل وأنه فيه نط الضعف لا أقوى عليها وأنه فيه سواد عام الروح جوايا لأنه من أخطأ في واحدة فقد أخطأ في الكل حسب تعبير الكتاب إيه اللي بيحصل بعد كده؟ يبتدي تخيالي الله ييجي من خلال الروح الكدس علشان يخش في حوار مع هذه النفس المتألمة مع هذه النفس التي تشعر بالشفقة على الذات بسبب خطاياها بسبب إلقاء اللهم على الآخرين بسبب صراعات كتيرة في الداخل هو أدر بيها الحقيقة من هنا كمان يبتدي يخش في حوار الروح الكدس يخش في حوار مع الشخص مع النفس المتألمة علشان كده في حوارات مهمة جدا وعميقة ودافئة جدا من العريس تجاه العروس في سفر نشر الأنشاد بيشجعها بيدعمها بيقويها بيناديها بألفاز شجعها نفس الفكرة الروح الكدس بيعمل كده الروح الكدس مش بس عمله في الأمور الظاهرية المعجزية مش بس عمله في التبكيت لكنه عمله كمان في التشجيع في أنه ينور الإنسان السواد الجواد عشان يلاقي منفذ أو مخرج اللي بيحصل إن الله نفسه رمز للجمال إحنا قلنا قبل كده نتعريفها الله هو السوبريم بيوتي أو الجمال الأعلى والأعظم والأسماء حسب الكديس تمال إكويني لما الله هو الجمال كله يتدي يتعامل مع الإنسان بقبحه الداخلي إيه اللي بيحصل طبيعي الطرف الأقوى هو الذي ينتصر على الطرف الأضعف الجمال ينتصر على القبح فينا الله ينتصر على الشر فينا الروح الكدس بصوته الهادي الدافي المشجع الحنون اللطيف بصوته ده بهدوءه ده القوي ينتصر على أصوات كل الإنسان تجاه ذاته وعلى صوت المونولوج بتاع الشفاء على الذات تتحول الشفاء على الذات تخياري ودي معجزة حقيقية بتحصل جوه الإنسان بفعل الروح الكدس بفعل الله الجميل كل الجمال بيتحول الأمر من مونولوج من حوار من طرف واحد فيه لوم وفيه شفاء وفيه حك للجروح أكتر وفيه مزيد من نزيف الداخلي إيش بنشوفه في الإنسان لكن بيبان حتى على ملامه يتحول إلى ديالوج إلى حوار تخيالي بس ما أعتقدش يا دكتور أن الموضوع بالسهولة دي نعم يعني الصورة الجميلة اللي حضرتك شرحتها دلوقتي صورة مثالية جدا لكن معظم البشر النهاردة بيعاني من ثقل الخطيئة كل واحد بيعتقد أنه لا مش ممكن أوصل للصورة الجميلة اللي حضرتك شرحتها دلوقتي أكيد فيه شروط معينة أكيد فيه دور قوي جدا هو اللي بيخلي البني آدم يوصل للصورة الجميلة المثالية اللي حضرتك بتتكلم عنها نعم أولا هي صورة جميلة فعلا لكن ما هيش مثالية بقدر ما هي صورة متكملة ودي ممكن النهاية الصعيدة لكن فيه خطوات قبلها زي ما حركت تفضلتي أول حاجة فكرة كبول الذات لأنه رفض الذات بما فيها من أخطاء وسواد وغيره وغيره بيأدي إلى الشعور بالزنب ولا الشعور بالشفقة إلى آخر دايرة مرعبة ما بينتهيش منها يمكن بتؤذي لي أنه مش عايزي تغير أيوة أنا في الخطيئة دي وأنا عايز نفسي كده وأنا مش هتغير بالزبط وشعور باليأس والكنود إلى آخر ولكن الله مش كده الله بينظر إلى نحن البشر علينا بشر مش آله ويتعامل معنا عشان كده الكتاب يقول الصديق يسكت في اليوم سبع مرات والرب يقيمه سبع مرات سبع لرقم كمال معنى إيه أنه فيه وحاولاته من بيقيمه والرب يقيمه يساعده يقومه وشجعه لأنه إحنا قلنا قبل كده أنه حتى أمنية أوسطين وسلسة الله أن الله على فكرة وأنا بسدق في ده ومجتنق جدا فيه أن الله معنا ضد خطيئنا مش مع خطيئنا علينا الله معنا ضد ظروفنا ضد المجتمع اللي أحيانا يضغط علينا كتير سواء مرأة أو رجل مش معاهم علينا عشان كده الفكرة أنه لما بقبل ذاتي ولما بعترف الحقيقة النفسية اللي تقالت أنه فعلا فيه كبح لجانب الجمال وفيه جمال لجانب الكبح وهذا هو الإنسان بطبيعته وأن الإنسان بطبيعته بيغلط لكن بطبيعته أيضا اللي ممكن يكتسب طبيعة جديدة بقى طبيعة روحية نورانية جديدة من خلالها يقدر فعلا يتواصل مع الله الله هو اللي بياخد المبادرة حتى للخاطئ مش للبار عشان كده السيد المسيح قال جيته ليه؟ جيته جيته عفوا جيته مش جيتها شخط الأبرار أنا جيتها شخط الخطاة هو نفسه الله تجسد في شخص السيد المسيح من عجل أنه ياخد المبادرة تجاه الخطاط وأنا أؤمن أنه بيحصل في الحياة اليومية آلاف بل ملايين ملايين مرات على ظهر الكرة العرضية لكل إنسان بيحس بالسواد مين بياخد نحيته المبادرة؟ الله مش بالضرور أن ياخد المبادرة الله بيوصل الصوت والمحبة مرة واثنين وثلاثة لكنه طبعا في النهاية هو يحترم إرادة الإنسان لأنه الله اعطانا إرادة فلا يأخذها مرة أخرى لأنه غير متناقض مع ذاته لكن بيعطي الإرادة الإنسان ويحترم هذا الألق عشان كده بيقول للسيد المسيح أنا وقف على الباب وأقرع إن فتح أحد لي أدخل إليه وأتعش معه إندي شرطية لكن مين لي بيقرع سيد المسيح زي ما كان العريس برضو في صفر كان بيقرع لفترة معينة في فترة فطور ماء روحي بتمر به كانت العروس كان بيقول إفتحي لي يا أختي يا حمامتي فإن رأسي قد امتلأ من الطل ومين كان وقف بيقرع هو العريس ميش العروس يمكن جات في وقت ودورت عليه ده كويس إن في بعض الخطاط بيجنوا ملاحظة استنارة بيقوم ودوروا على الله ويرجعوا تاني ليه ويبحثوا عنه لأنه أهملو ولأنه أهملو على الله عشان كده كل الفكرة كلها في الآخر إن الجمال في زمن الكبح الجمال في زمن الكبح اللي أنا بعيشه أنا زمن الخطيئة زمن السواد لكن فيه جمال في جمال هيجي من الجمال الأعلى والأسمى اللي هو الله إن الجمال في زمن الكبح في زمن كبح الآخرين في حياتي في مرحلة معاناة كلنا بنختبر هذا الكبح من الأخرين من الأقرباء من الأسرة من التربية من العريس من الحبيب من الزوج من الزوجة أيا كان هذا هو أحيانا زمن أزمة زمن كبح لكن مازال قدامه في فرصة للجمال الجمال بيصارع مع الكبح نلاقي حتى في الصور الروحية كتير جدا في كتاب المقدس نلاقي إن الجمال هو في الآخر اللي انتصار ليه عايزه لك حتى انتصاري السيد المسيح اللي هو الأبرع جمالا من كل البشر هينتصر في النهاية على الوحش والنابي الكذاب الوحش اللي هو رمز الكبح المجسد والنابي الكذاب اللي هو رمز الكذب القبيح اللي بيمنى العالم الاتنين دول كبح شديد جدا جدا اللي بينشره الفساد والموت وكلها أشكال معانا من كبح كتير جدا لكن مين هنتصر في الآخر الجمال سينتصر على الكبح أمين بشكرة جدا دكتور ملاك استمتعنا جدا النهاردة نحن طلعنا من مرحلة مونولوج حوار مع النفس إلى مرحلة فيها ديالوج مرحلة فيها حوار مع الله أعزائي المشاهدين أتمنى تكونوا استمتعتوا النهاردة بالفكرة الأساسية للحلقة وهي إزاي أقدر أعيش الجمال في زمن الكبح زي ما دكتور ملاك ذكر أنه إحنا عايشين في عالم قبيح ملوث بالخطية لكن كل إنسان قادر أنه هو يتحول من المرحلة القبيحة الشديدة دي إلى مرحلة الجمال وهو العلاقة القوية بينه وبين الله أشكرك جدا دكتور ملاك استمتعنا جدا بالحلقة النهاردة وأنا كمان استمتعت جدا معك أشكرك عزائي المشاهدين أتمنى تكونوا استمتعتوا بحلقتنا النهاردة أتمنى أن كل شخص فيك ويكون بيدور إزاي أقدر أبتدي المرحلة الأولى للاستمتاع بالجمال وهو المصالحة مع الله إن أنا باعترف بخطيايا بيجي بقول يا رب أنا عايز أتغير من المرحلة اللي أنا عايش فيها عشان أقدر أوصل للمرحلة الجميلة اللي أنت عايزني أعيش فيها أعزائي المشاهدين برجاء التواصل معنا عبر الإيميل اللي ظاهر قدامكم وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار شخصي لدكتور ملاك ياريت وتواصله معينا عن طريق الصفحة بتاعة الفيسبوك الواضحة قدامكم وهي بإسم الكتاب الجمال في زمن الكبح اشتركوا في القناة